جمان عندنا التاريخ. التاريخ يا جماعة لا يكتزأ. ودي وجهة نظري ان التاريخ لا يكتزأ. بمعنى ايه؟ ما الجيش النهاردة انت تيجي تقول لي اه النهاردة النادي الاهلي ظروفه افضل فنيا عنده لعيبة اكتر. النهاردة الهلال في وضع احسن فنيا ده وارد. انما فيه تاريخ وفيه مواجهات مباشرة. رحنا معها في امم افريقيا ما كنا بنتكلم عن منتخب مصر. والنهاردة نقدر نروح لها عشان نعرف ان اه احنا قد نتخوف من الهلال فنيا. ولكن نظل نحترم النادي الاهلي ونقول انه هو لتاريخ قصاد اي فريق سواء في افريقيا او خارج افريقيا. مواجهات الاهلي والهلال. اربع مباريات. اتنين فوز للنادي الاهلي. اتنين تعادل. سجل اربعة. واستقبل اتنين. ولم يخسر النادي الاهلي في تاريخه امام الهلال السعودي. ويا رب يا اسامة نكمل على كده. ان شاء الله بذكريات احمد فليكس. وبذكريات احمد نخلة. ان شاء الله يكون لنا ذكريات يوم السبت المجرد. احمد فليكس مباراة مع جيل تقلق فيها المكوك كابتن ياسر ريان. مع هادي خشبة وكشري وكابتن احمد شوير في عرصة المرمى وكابتن هشام حنفي. المباراة الاولى كانت مباراة لأحمد فليكس. كرة تزديدة من كابتن هشام حنفي. احمد فليكس بشماله يحطاه في الدعيع. حارس مرمى فريق الهلال ومنتخب السعادية وقتها. التقينا ايضا في مباراة شهيرة جدا. هي المباراة التي سميت بالهدف القاتل. أسرع لاعب في مصر او في البطولة العربية خلص المباراة. كابتن احمد نخلة نزل في الاكسرا تايم. أول لمسة كان بيسجل هدف أنهى المباراة. وما خادش وقت كتير كان نازل في الديئة السبعة من الشوط الثالث. نتمنى بإذن الله بذكريات احمد نخلة وبذكريات فليكس. ان شاء الله يكون لنا ذكريات مع احمد عبدالقادر. مع حسين الشحات. مع محمد شريف. مع اي نجم من نجوم النادي الاهلي. عندنا كلام كتير. ولكن بعد الفصل. اشتركوا في القناة.